في فيديو النهاردة حقول لك على طريقة سهلة وبسيطة ممكن عن طريقها تستخدم أي موديل مدفوع لعمل أو تعديل الصور بالذكاء الاصطناعي مجانا وبلا حدود زي موديل صورة الخاص بشات جي بي تي أو موديل فلاكس برو أو موديل جوجل إماجين فور ألترا وكمان حقول لك على شوية تركات عشان تقدر تستخدم صورتك في الصور المعدلة أو تبديل وجه أو تحويل الصور لشكل كارتون أو كركاتير قبل ما تتفرج ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ويلا بينا نبدأ الشرح من المعروف أن أفضل موديلات تعديل وعمل صور بالذكاء الاصطناعي هو موديل جي بي تي إماجين أو موديل صورة الشهير اللي أنت بتقدر تستخدمه لعدد مرات محدود ممكن يكون مرتين خلال اليوم من خلال شات جي بي تي أنا النهاردة هقول لك إزاي تستخدمه مجانا تماما ومش بس كده هتقدر تستخدم كمان جميع موديلات تعديل الصور الأخرى زي فلاكس كونتكست برو وموديلات أخرى لعمل صور بالذكاء الاصطناعي زي جوجل إماجين فور ألترا وإيديو جرام وريكرافت ونسخة فلاكس برو كل ده من مكان واحد فقط هتقدر توصله لو كتبت الموقع ده في بحس جوجل أو في المتصفح بتاعك المارينا.ai موقع المارينا من المعروف أنه هو بيسمح لك أنك تعمل مقارنات ما بين موديلات الزكاء الاصطناعي المختلفة تقدر تعمل ده كمان في موديلات الصور إزاي بعد ما تدخل عن موقع هتضغط على الايكونة دي generate images ومن الاختيار اللي فوق خالص هتختار side by side ومن هنا تقدر أنك تختار الموديل اللي أنت عايزه كمثال إحنا هنا هنختار موديل جوجل إماجين فور ألترا وفي الجهة التانية هنختار موديل جي بي تي إماج وان أو صورة ركز بقى معاه كويس في الجزء اللي جاي عشانا هنحاول لكو على شوية تريكات مهمة جدا لو جينا جربنا أمر زي ده باللغة العربية رجل مصري موجود على كوبري 6 أكتوبر في القاهرة الجزر ينهار السيارات تتساقط وهو يجري في حالة صدمة تصوير سينمائي بدقة 4K فائق الدقة يرتدي ملابس عادية تبدو موزقة ومتسف تعالوا نشوف النتيجة بتظهر لك نتيجة الموديلين جنب بعض دي طبعا نتيجة جوجل إماجين فور ألترا طبعا حاجة جميلة جدا وده طبعا من أفضل الموديلات علشان يعمل صور فقط وليس للتعديل عليها طبعا موديل جي بي تي إماج أو صورة بيتأخر شوية بياخد مثلا حوالي 50 ل 60 ثانية عشان يعمل الصورة لو بصينا على الصورة طبعا جودة الصورة رائعة جدا مطلوب منك بقى عشان تعمل صورة جديدة تختار من هنا مين الصورة اللي عجبتك أكتر اليمين أو الشمال طبعا احنا بالنسبة لنا الشمال اللي هي موديل صورة بعد كده هتقدر تكتب أمر جديد طبعا عايز تدون لود أي صورة بتضغط هنا أو هنا الطريقة دي هتلاقي فيها عيب لو خدت بالك منه ان انت ما بتقدرش انك تحدد حجم الصورة دايما حجم الصورة واحد لواحد طب لو انا عايز اعمل صورة عريضة اعمل ايه؟ ركز معايا في اللي جاي لازم من هنا يكون موديلين متخصصين في تعديل الصور طبعا موديل صورة بيعدل الصور اختار من هنا موديل تاني زي مثلا Flux Context Pro لما بختاره بيسمح لي ان انا هضيف صورة من هنا الفكرة كلها ان انت هتديله صورة فضية بالمقاس اللي انت عايزه يعني لو انا مثلا عايز مقاس عريض يبقى تديله صورة بمقاس عريض هتعمل الصورة دي ازاي؟ هتدخل على شاتجي بيتي وتكتب له الأمر ده Create Adami Photo with Code size 16.9 يعني اعمل لي صورة فضية بالكود مقاسها 16.9 اللي هو المقاس عريض ولازم تبقى صورة فضية بيعملك صورة زي دي وده شكلها صورة بيضة بمقاس عريض 16.9 هرجع تاني على اللي ام ارينا واضغط هنا علشان اختار الصورة الجديدة اللي انا عملتها كتبت نفس الامر بتاعي هزود عليه بقى حاجة مهمة جدا شرطتين AR او Aspect Ratio 16.9 White Size ودي مهمة جدا علشان اأكد عليه ان انا عايز مقاس عريض 16.9 تعالوا نشوف الكلام ده حيطلع لي ايه دي النتيجة بتاعة Flex Context Pro عمل صورة بمقاس عريض زي ما احنا طلبنا بالزبط ودي نتيجة موديل جي بي تي او صورة وكما هو واضح امامكم المقاس مقاس عريض يبقى باستخدام الطريقة دي تقدر ان انت تحدد اي مقاس انت عايزه طبعا المقاس اللي هتكتبه هنا هو نفس مقاس الصورة اللي انت هتستخدمها وطبعا كالعادة موديل صورة هو اللي جايب نتيجة افضل لو انا عايز استخدم شخص تاني في نفس البرومبت ده هكتب نفس الامر بتاعي المرة دي هختار صورة الشخص اللي انا عايزه يطلع مكان الرجل ده انا مثلا اخترت صورة للفنان عادل امام خلي بالك ان هو بيختار نفس مقاس الصورة اللي انت مدهاله يعني لو الصورة مقاسها عريض زي دي احتمالية ان هي تطلع بمقاس عريض اكبر تعالوا نشوف النتيجة ده موديل فلاكس كونتكست برو طبعا صورة ملهاش اي علاقة باللي احنا كتبناه ودي نتيجة موديل صورة او جي بي تي اميج طبعا نتيجة رائعة جدا ستايل سينمائي وجودة عالية جدا بأكد عليك تاني عشان الاختيار ده يطلع لك لازم تكون هنا مختار الموديلين بيدعمه التعديل على الصور اللي هما موديلين اللي احنا مختارينهم دول صورة او جي بي تي اميج وان وفلاكس كونتكست برو او فلاكس كونتكست ديف طبعا انت مش لازم تستخدم اختيار سايد باي سايد انت ممكن تختار من هنا دايرت شاد وتحدد الموديل اللي انت عايزه على طول لكن احنا بنختار اختيارين علشان نقارن ما بين الموديلات المتاحة نفترض انك باستخدام موديل صورة او موديل شاد جي بي تي او فلاكس كونتكست عايز تحول اي صورة لكارتون تعمل كده ازاي هلغط هنا عشان استخدم صورة من على جهازي مثلا هستخدم الصورة دي قلت له في الامر حاول الصورة الستيل كاركاتيري بيكسار سلاسي الابعاد نفس ملامح الوجه يلبس فانيلا داخلية مصرية بيضاء بحملات مقطعة وقديمة وكتبت طبعا الدكور محتاج يبقى شاكله عامل ازاي في بيئة الامر واهم حاجة حددت ان المقاس عريض 16.9 دي نتيجة موديل فلاكس كونتكست برو نتيجة مش بطالة ودي طبعا نتيجة الموديل المفضل بالنسبالي موديل صورة واللي زي ما انتو شايفين مطلع نتيجة اكثر من رائعة لو في اي وقت طلعلك رسالة خطأ زي دي ممكن تدوس على الزرارة ده عشان تعمل اعدة محاولة او ممكن تفتح الموقع بالكامل في انكو جنيت ويندو او متصفح خفي وده ايضا مثال تاني لصورة عاد الامام بشكل كركاتيري ايضا لو خدنا مثال لموديلين عاديين مش متخصصين في تعديل الصور زي فلاكس برو وجوجل اماجين فور ألترا ده مثلا امر انا كتبت فيه لقطة صينمائية الراجل مصري يبتسم ويمشي في شارع مزدحم بالقاهرة وعايز يبقى فيه زي نعكاس للون اخضر ولون بنفسيجي على وشه من الاضواء اللي حواليه فلاكس برو ما بيفهمش عربي فللأسف طلع الصورة دي لكن طبعا افضل واحدث موديل لو جوجل اللي عمل صور بالزكاة الاصطناعي اللي هو اماجين فور ألترا مطلع صورة جميلة جدا لما كتبت الامر بالانجليزي فلاكس فهمني صورة حلوة جدا طبعا ولكن مش شكل ولا زي مصري اماجين فور ألترا برضو مطلع صورة هيلة جدا وملتزم بشكل كبير بالتعليمات اللي أنا جتبته له في الأمر مثال تاني رائع لتبديل وجه في الصور لو أنا عندي صورة زي دي وعايز أبدل وشه أخلي وش الفنان عادل امام غيرت طبعا الموديلين لكونتكست برو وصورة أو جي بي تي اميج عشان أقدر أن أنا أستخدم الخيار ده اديت له الصورتين هنا وقلت له قم بتبديل وجه في الصورة الثانية بواجه الراجل الذي يرتدي البادلة السوداء دي الصورة التانية ده الراجل اللي هو لبس البادلة السوداء اللي هو عادل امام موديل فلاكس كونتكست برو ما استجبش تقريبا مطلع نفس الصورة ودي النتيجة الرائعة كله مطلعها لي موديل جي بي تي اميج أو صورة الوش هو هو عادل امام والتزم بتفاصيل الصورة الأديمة فعلا موديل صورة هو أفضل موديل لتعديل الصور بالزكاء الاصطناعي وبالطريقة دي احنا قدرنا ان احنا نستخدمه ببلاش وبلا حدود استخدام طبعا الصورة دي الأفضل طب لو انا مثلا عايز عادل الصورة دي واخليه ركب جمل كتبت مماردي بالانجليزي يمكن فلاكس كونتكست يفهمني make this man riding a camel keep the same style and background وكتبت الaspect ratio 16-9 دي نتيجة فلاكس كونتكست برو هي النتيجة مضحكة شوية ولكن شغالة ودي نتيجة جي بي تي اميج عناصر الصورة ممكن تبقى مش متناصقة أو مع بعضها ولكن نتيجة أيضا جيدة جدا نقطة أخيرة حابة أوضحها وهو موديل آخر خاص بتعديل الصور اداني نتائج جيدة اللي هو لو اخترت مثلا صورة زي دي وكتبت له خليه قاعد على البحر ودي نتيجة نهائية مقارنة بموديل صورة النتيجة مش بطالة خالص وحافظ على نفس الشكل واللبس ودي نتيجة موديل صورة طبعا انت ممكن تستخدم أكتر من صورة وتعمل دمج ما بينهم زي ما بتعمل في شات جي بي تي بالزبط أو موديل صورة بكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة اتمنى انتوا تكونوا استفدتم الفيديو لو عجبك الفيديو ما تتساش لايك والشير لان لعمكم بيساعدني على الاستمرار في تطوير المحتوى للأفضل واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله